تفسير الدر الممنوح من المجادلة إلى نوح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحباء المشاهدين والمشاهدات سعيد لهذا اللقاء الجديد مع مائدة كتاب الله في الحلقة التاسعة من سلسلة تفسير الدر الممنوح من المجادلة إلى نوح في هذه الحلقة التاسعة سنبدأ الحديث عن سورة الصف الصف نظام وديننا دين تراص الصفوف دين النظام الصفوف في الصلاة والصفوف في الجهاد في سبيل الله وصفوف الملائكة بين يدي الله تعالى في الملأ الأعلى والصفوف يوم القيامة صفوف المؤمنين عند دخول الجنة جعل لله وإياكم من أهل الصفوف الأمامية وراء الحبيب صلى الله عليه وسلم عند دخول الجنة قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هذه الصورة أيضا من المسبحات وقد ذكرنا في الصورة التي قبلها سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أي أنه سبحانه وتعالى يسبح له جميع أهل الأرض وأهل السماوات وهو يستحق ذلك فهو العزيز الحكيم سبحانه وتعالى قال عز وجل مخاطبا المؤمنين ومعاتبا لمن يقول ما لا يفعل يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كابر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون عند النهى الله تعالى هنا عن خلق ذميم خلق خطير خلق يذهب بالحسنات وهو أن الإنسان يقول ما لا يفعل فالأصل في المؤمن أن يكون قوله كفعله وهذا الأمر بالدرجة الأولى موجه للخطباء والوعاض والمتكلمين ثم بالتبعية لجميع الأمة أي فرد من أفراد هذه الأمة ينبغي أن يكون منضبطا في أقواله وأفعاله لأن هذه الخصوة قول الإنسان ما لا يفعل مقيتة وذميمة عند الله كابر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ثم قال تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص إن الله يحب الذين يقاتلون أعداء الله جهاداً في سبيله صفاً صفاً أي صفوفاً متراصة كأنهم بنيان مرصوص يشد بعضه بعضاً فالصف في الجهاد في سبيل الله علامة على الوحدة والعلامة على القلوب المتراصة أن القلوب متآلفة ومتعاونة ومتضامنة فأتلاف القلوب يرى من خلال هذه الصفوف وإذا اختلت الصفوف ودخل بعضها في ضع يدل ذلك على أن هناك خللاً بين قلوب هؤلاء المؤمنين إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص وذكرنا أن الله تعالى يحب هذه الصفوف سواء في الصلاة أن تكون صفوفنا متراصة وأن يكون التقارب بين المؤمنين أن يحادي المؤمن المؤمن وأن لا يتركوا فرجات وخللاً للشيطان إلا طبعاً عند وجود دواعي لذلك مثل الإجراءات الاحترازية التي يعيشها الناس في هذا الوباء نسأل الله تعالى أن يرفعه فالصفوف مطلوبة في الصلاة ومطلوبة في الجهاد في سبيل الله وفي ذلك تشبه بالملائكة الذين في السماء قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتصفون بين يدي الله أي في صلاتكم كما تصف الملائكة بين يدي ربها ثم ذكرنا الله تعالى بنبيين كريمين من أنبيائه من أولي العزم من الرسل وهما موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام وقد بشرا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فيوجد في التوراة ذكر المحمد عليه الصلاة والسلام كما يوجد في الإنجيل ذكر محمد عليه الصلاة والسلام قال تعالى وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين هذه الآية تبين مدى خبث اليهود وسوء تعاملهم مع نبيهم موسى فكانوا يؤذونه كثيرا يؤذونه بالأقوال ويؤذونه بالأفعال ولذلك عاتب عليهم في هذه الآية فقال لم تؤذونني وقد تعلمون أي أنتم متيقنون قد هنا حرف وتحقيق تحقق لديكم يقينا أني رسول الله إليكم فلما تؤذونني ولذلك الله تعالى حذر أمة نبيه أن يؤذوا نبيهم محمدا كما فعل اليهود بموسى عليه السلام قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجه أي كان موسى عليه السلام عند الله ذا وجاهة وذا مكانة عظيمة فلما زاغوا زاغوا عن الصراط المستقيم أزاغ الله قلوبهم أخرج قلوبهم عن اليقين وعن الإيمان والعياذ بالله الجزاء من جنس العمل جزاء وفاقا والله لا يهدي القوم الفاسقين ثم قال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم تأملوا معي هنا موسى عليه السلام قال يا قومي وعيسى عليه السلام قال يا بني إسرائيل ولم تجد في القرآن ولو في آية وعدة أن يقول عيسى لبني إسرائيل يا قومي وإنما دائما يناديهم يا بني إسرائيل لأن عيسى عليه السلام أصله الذكور ليس يعني في بني البشر فهو يعني من جهة أمه مريم عليه السلام أصلها من بني إسرائيل ولكن ليس له أب خلقه الله تعالى بغير أب ولذلك لم يقل يا قوم لأن الإنسان يقول يا قومي لمن هم أصله من جهة الأب وهذا من معجزات القرآن الكريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة أي مصدقا للكتاب الذي سبقني وأنزل على النبي الذي قبلي وجئت لأتمم شريعته وهو موسى عليه السلام الذي نزلت عليه التوراة فالإنجيل متمم للتوراة مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد أي أبشركم برسول سيأتي من بعدي اسمه أحمد أحمد من أثناء النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن مناف الهاشمي بن عبد مناف الهاشمي القرشي بأبيه وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم فعيسى عليه السلام كسائر الأنبياء بشر ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد فهذا النبي الذي بشر به وبشر به جميع الأنبياء كان حقا على كل من جاي له وعصره أن يؤمن به لأنه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل لكن ماذا حصل؟ حصل منهم عكس ما كان مطلوبا منهم قال تعالى فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين لما جاءهم بالقرآن بالبينات الآيات الواضحات والأدلة يعني الواضحات كوضح الشمس ماذا قالوا؟ قالوا هذا سحر مبين وهذا من أعجب العجب وأظلم الظلم أن تكون متيقنا أن هذا نبي الله ولكنك تكابر وتعاند ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعاء الإسلام أعظم الظلم وأكبر الظلم وأشد الظلم من يدعاء الإسلام وهو يعلم حقيقة ويرى علامات هذا النبي ويعلم أنه نبي الله حقا ولكنه يكذب به ويظلم ويبغي ولا يؤمن بهذا النبي والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين فالله تعالى يهدي القوم المؤمنين الذين آمنوا بقلوبهم وصدقوا بأفئدتهم وأذعنوا بجوارحهم واتبعوا هذا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومن أظلم ممن افترى على الله الكذبة وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين ثم بيّن الله حقيقة هؤلاء أنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم عناداً وكبراً وإنما الذي جعلهم لم يؤمنوا مع هذا العناد ومع هذا الكبر أنهم معاندون للحق ويريدون أن يطفئوا شريعة الله ويريدون أن يطفئوا دين الله قال تعالى يريدون ليطفئوا يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم تأمل معي لو رأيت رجلاً يقف وسط الظاهرة وينظر إلى الشمس ويريد أن ينفخوا في الشمس يعني ينظر إلى الشمس وينفخوا فيها وسألته ماذا تفعل؟ يقول أريد أن أطفئ الشمس أريد أن أطفئ الشمس ماذا ستقول عنه؟ ستقول هذا أحمق الحمق أحمق الحمق يريد أن يطفئ الشمس بفمه هذا الذي يريد أن يطفئ المخلوق بفمه نقول أحمق فكيف بمن يريد أن يطفئ نور الله؟ يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وأكد الله تعالى والله متم نوره ولو كره الكافرون والله سيتم هذا الدين ويتم هذا النور هذا الدين الإسلام سماه الله تعالى بالنور نور العلم نور الإسلام لأن قبلها ظلمات الشرك ظلمات الجهل كما سنرى في الصورة التي بعدها هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وفي آية أخرى يخرجهم من الظلمات إلى النور إذن هذه الظلمات التي كانوا فيها هي ظلمات الشرك والجهل والنور نور العلم نور الدين نور الإيمان نور الطاعة نور الإسلام يريدون أن يطفئوا نور الإسلام بأفواههم والله متم نوره متم هذا الدين ولو كره الكافرون اللهم انصر دين الإسلام اللهم انصر شريعة الإسلام اللهم اجعلنا ممن ينصرون هذا الدين هذا الدين العظيم دين الإسلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم وممن يؤمنون به ويتبعونه حقا وحقيقة آمين والحمد لله رب العالمين تفسير الدر الممنوح من المجادلة إلى نوح موسيقى